السلام عليكم النهاردة هنعرف طريقة تجهيز زلعة المش أو بلاص المش وفيه ناس بتسميها الجرة هنشوف ازاي نجهزها عشان نحط فيها الجبنة عشان نعمل جبنة قديمة وكمان هنشوف ازاي نشتري الجرة سليمة دي الزلعة أو البلاص اول حاجة البلاص لازم يكون الفم بتاعه او الفتحة بتاعته تكون كبيرة عشان تكون سهلة وحنا بنحط فيها الجبنة وكمان وحنا بنطلع منها الجبنة يعني تكون سهلة وحنا بنرص فيها الجبنة الزلعة بتكون 3 احجام فيه صغير اصغر من كده وفيه المتوسط اللي زي دي وكمان فيه حجم كبير بيكون اكبر من دي بشوية طبعا انت بتجيبي الحجم اللي يناسبك او الحجم اللي انت محتاجاه وحنا بنشتري الزلعة أو البلاص لازم لونها يكون ابيض جدا زي كده الزلعة دي كده مستوية كويس جدا وما نفعش نهائي انه لونها يكون بني لازم تكون ابيض كده وكمان واحنا بنشتري الزلعة لازم نبص فيها كويس جدا عشان ما يكونش فيها اي فتحات او مخرمة خالص طيب لو اشترينا الزلعة او الجرة او البلاص ولقينا فيه فتحات نعمل ايه هنجيب الليبانة عادية خالص بس تكون الليبانة دي بتلزق ونمضخها شوية بعد كده ندخلها جوه الفتحة وبعد كده نجيب شوية اسمنت ونعجنهم بشمية مية ونقفل الفتحة من برا الاسمنت بيكون على الزلعة من برا يعني فوق الليبانة على الزلعة من برا مش من جوه وطبعا بنسيب الاسمنت ينشف خالص قبل من جهز الزلعة للمش اول حاجة بنعملها خالص اننا بنغسل الجرة دي او الزلعة دي بالمية فقط لازم نغسلها كويس جدا من برا وجوه بالمية من غير اي صبون خالص ممكن نعملها بالليفة يعني نغسلها بالليفة وممكن ندعكها بادينا بس لازم تنضف خالص بعد كده بنقلبها على بوزها او على الفم بتاحها لحد ما تصفى خالص وتنشف تماما من المية قبل ما نودكها دلوقتي هنشوف ازاي نودك الزلعة او نجهزها هنستخدم زيت طعام عادي خالص اردق زيت طعام عندك استخدميه الزيت بيقفل مسام الزلعة خالص وما بيخليهاش تشرب المش اللي هنحطه فيها هنجيب طبق ونحط فيه حوالي ربع كيلو من الزيت وكمان هنستخدم العسل الاسود العسل الاسود بيطهر الزلعة من جوه وما بيخليهش المش عفن خالص هنضيف كمان حوالي ربع كيلو من العسل الاسود على الزيت في نفس الطبق وممكن كمان نحطهم على بعض جوه الجره دلوقتي هنصب العسل الاسود والزيت جوه الجره هنصب الكمية كلها وديه للجره من جوه بعد كده هنغلف الزلعة من جوه بالعسل والزيت هنضحرج الزلعة كده على كل الجوانب عشان تتغلف من جوه كل جزء فيها يتغلف بالعسل الاسود والزيت كويس جدا وهي ما بتشربش كل الكمية لأ احنا كل شوية بنقلبها نفس التقليبة وندحرجها عشان تشرب كل الكمية اللي حطناها جواها وده طبعا بياخد وقت كبير ممكن يوم كامل على ما الجره تشرب العسل والزيت اللي حطناهم جواها يعني كل ساعة مثلا بنلاقي الجره شربة السائل اللي ادهنت بيه فبندحرجها مرة تانية ونسيبها كمان ساعة عشان تشرب السائل مرة تانية لازم الجره تتشبع بالعسل والزيت كويس جدا وكمان ندخل ايدينا جوا الزلعة وندهنها كويس جدا من كل حتة فيها بالشكل ده لازم تدهن كويس جدا وزي ما قلتلكو كل ساعة بنكرر نفس الطريقة على مدار يوم كامل بنفضل ندهن في الجره من جوه ومن برا لحد ما تتشبع من الخلطة دي طبعا من جوه بندهنها بالعسل والزيت ومن برا بندهنها بالزيت فقط شايفين كمية العسل والزيت قلت شوية وكل مرة هتقل اكتر لحد ما تختيفي خالص او لحد ما تجره او الزلعة تشرب كل الكمية كلها دلوقتي هندهن الزلعة من برا هنجيب زيت الطعام زيت طعام عادي خالص ونحط كده منه شوية على الزلعة من برا وندهن الزلعة بادينا بالشكل ده ونقلب الجره وبرضو نعمل نفس الطريقة لحد ما كلها تتغلف بالزيت بعد ما بتغلفوا الزلعة كلها بالزيت بعد شوية بتلاقوها شربة الزيت ده بتكرروا نفس الطريقة لحد ما تتشبع بالزيت يعني برضو كل ساعة بندهنها مرة زي ما بندهن جوه والزبط يعني بندهنها من جوه وندهنها من برا ونسيبها ساعة بعد كده نقرر نفس الطريقة تاني لحد ما تتشبع من جوه ومن برا بالزيت وبالعسل كويس جدا طبعا احنا من جوه حطين كمية معينة من العسل والزيت بنكرر الطريقة من جوه لحد ما تتشرب الكمية دي كلها يعني لحد ما العسل والزيت يختفي خالص انما من برا بنفضل ندهن فيها لحد ما تتشبع خالص يعني كل ساعة ندهنها بالزيت لحد ما الزلعة تبطل تشرب الزيت نهائي يعني لازم تكتفي نهائي لازم تتشبع بالزيت كويس جدا عشان ما تشربش المش ما نحطه جواها كده انا دهنت الزلعة مرة واحدة ودي شكلها بعد مرور نص ساعة فقط شايفين لونها بقى ابيض او رجع ابيض تاني زي ما كانت وده من جوه شربة العسل والزيت وفاضل شوية صغيرين هنكرر بقى نفس الطريقة هندحرجها عشان تشرب العسل والزيت من جوه وكمان ندخل ايدينا جواها وندهنها كويس جدا يعني نكرر نفس الطريقة الاولى خالص وبرضو ندهنها من بره بالزيت زي ما قلتلكم لحد ما تتشبع خالص وزي ما انتو شايفين انا حطت الزلعة على صانية عشان الزيت الزيادة ما ينزل في الصانية اخدوا وادهن به الزلعة مرة تانية لان الزلعة بتاخد جمية زيت كبيرة جدا ممكن تاخد لتر كامل او لتر اللربع عشان كده استخدموا ارضق نوع زيت موجود عندكم في البيت انا كده عملتها مرة تانية هركنها كمان ساعة وكرر نفس الطريقة تاني لحد زي ما قلتلكم ما تتشبع من جوه ومنبرة بالزيت خالص بعد كده هسيبها يومين كاملين بعد كده ادخل فيها او احط فيها الجبنة بتاعتي والمش بتاعي وان شاء الله في فيديو تاني اعمل لكم طريقة الجبنة القديمة هعملها لكم بطريقة سهلة جدا وكمان هقول لكم اسرار نجاحة وكمان ما تدودش معاكم ابدا وتفضل معاكم بالسنين سليمة خالص ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته